أكد وفد معهد البحرين للتنمية السياسية والذي اختتم زيارة عمل إلى القاهرة أكد على رسالة أهداف المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والمسيرة الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين في العهد الزاهري لجلالته منوها إلى ما حققه من مكتسبات مهمة للمواطنين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا نعم جاء ذلك في زيارة عمل قام بها وفد معهد البحرين للتنمية السياسية برئاسة الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان لاعتيبي نائب رئيس مجلس الأمناء إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك مع مؤسسات أكاديمية وبحثية متخصصة وتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة والهدفة إلى تقديم الندوات والمحاضرات وورش العمل وبرامج التدريب والدراسات والبحوث المختصة في ذات الشأن وكان الوفد قد زار عددا من المؤسسات المصرية للإطلاع على تجاربها في مجالات التدريب والتأهيل السياسي للشباب وإعداد القادة كما تم بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يحقق الأهداف المشتركة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وتأتي هذه الاتفاقيات انطلاقا من حرص المعهد على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف المؤسسات العربية والدولية وبما يحقق أهداف المعهد إلى جانب الاستفادة من كافة الخبرات في تعزيز برامج التدريب والتأهيل كما قدم الوفد خلال الزيارة تعريفا شاملا حول طبيعة عمل المعهد والدور الريادية الذي يقوم به في تأهيل وتدريب كافة فئة المجتمع للانخراط في العمل السياسي وتعزيز الوعي المجتمعي بالمسيرة الديمقراطية